أعتقد داي فندم خاد مجهود كبير جدا في عمليات البحث والتقص عشان نوصل لها إزاي تمت هذه العملية؟ الحقيقة من بداية نشأة دار الكتب وكان الفكرة الأساسية أن نحن نحافظ على المقتنى وعشان كده في مثل هذا اليوم سنة 29 يوليو 1870 صدر القرار الأول والقانون لتنظيم العمل بدار الكتب وكان يتكون حقيقة من 83 مادة شكلت الأساس للعمل في الدار وكان تركزها أكتر على الحفاظ على المقتنيات دي لضمان تسليمها للأجيال المتعاقبة عظيم جدا هل في أي تغيرات حصلت على دار الكتب خلال السنوات اللي فاتت؟ الحقيقة في عدة تغيرات في النشأة زي ما حضرتك تفضلنا أن كانت البداية في سرايا مصطفى باشا فاضل ودي كانت في دار بالجماميز والحقيقة مع انتشار الحركة الفكرية والصقافة في مصر والترجمات بدأت مجموعات الكتب والمخطوطات تزداد فأصبح المكان غير متسع لهذا الكامل من هنا جاءت الفكرة أن يتم إنشاء مقر آخر لدار الكتب والفعل تم نقل دار الكتب من ضرب الجماميز إلى باب اللوء إلى باب الخل أسف وكان الافتتاح للجمهور العام سنة 1904 واللي وضع حجر الأساد سنة 1899 على يد الخديو عباس حلمي التاني جاءت مرحلة تانية أن حتى هذا المكان لم يتسع للإنتاج الفكر المستمر للدولة المصرية ومفكريها حبينا مكان تاني أوسع بالضبط فبدأ التفكير في مكان آخر أصبح الآن اللي هو مبنى دار الكتب على كورنيش النيل تم وضع حجر الأساس لي سنة 1961 وفتتح رسميا سنة 1971 طيب هل دوره بيقتصر فقط على أنه أماكن أو مكان لحفظ الكتب والمخطوطات ولا بيتعدى دوره دا إلى دور آخر وهو أعتقد الأهم ثقافي وتنوير الحقيقة يعني أشكرك على السؤال دا لم يعد يقتصر دار الكتب على دورها التقليد اللي هو حفظ الإنتاج الفكر وإنما تعدت هذا الدور إلى الدور التنوير والتسقيف ونشر الوعي الثقافي والوطني في عموم المجتمع المصري سعيدها في دا الحقيقة أن دار الكتب يتبع حوالي 26 مكتبة فرعية منتشرة في عموم القاهرة الكبرى المكتبات دي بتقدم خدمات مختلفة منها لزاوي القدرات الخاصة وعندنا في المبنى الرئيسي قاعة متخصصة لزاوي القدرات الخاصة بتضم مجموعة من الأجهزة الحديثة والحاسبات الألية المجهزة للتعامل مع هذه الفئة بالإضافة إلى ورش العمل اللي بيتم تنفيذها على مدار العام منها الحاجات العملية بقى زي أعادة تدوير المخلفات تنمية الوعي الثقافي المصري الانتماء للوطن قراءة القصة للأطفال بحيث نغرس في الجيل الصاعد القيم والمبادئ اللي هي يعني افتقدناها طبعا مهم جدا لكن حوالي بتقول أنه في 26 مكتبة متنقلة بتتبعها في القاهرة مكتبة سبتة بخلاف المكتبات المتنقلة لها بيكون الهدف منها الوصول للأماكن النائية التي يصعب الوصول إليها أو غير متوفر لها دار الكتب المكتبات الفرعية منتشرة على مستوى القاهرة الكبرى لكن دار الكتب أيضا بتوصل للمكتبات أو مكتبات الأقارين في المحافظات المختلفة من خلال بالضبط لا ليها دور الحقيقة من خلال أنها بتزود المكتبات دي بمصادر المعلومات المختلفة